تعقوا النهاردة بعد نهاية المباراة تعليقات كثيرة وكلام كتير من بعد نهاية المباراة على سورشال ميديا وفي الاستوديوهات التحليلية وانتقادات لتأخر التغييرات وكلام من هذا الشكل بالنسبة لكولر كولر مدير فني شايف ان هو مش عايز يغير فمش حيغير يعني يمكن النهاردة في الوقتمر الصحفي خلت الرجل من كتر الاسئلة على التغييرات قال لهم يا جماعة يا التغييرات دي في قانون كرة القدم يعني انا القانون قال او الزم المدرب ان هو يعمل التغيير شوية وحاوري حضراتكم تصريحات ولكن فيما يخص بعض اللاعبين العائدين من الاصابة زي امام عشور ومودست ووضح السبب عدم اشتراكهم في هذه المباراة ليه لانه هو شايف من وجهة نظره ان اللاعبة ما اتمرنتش امام لسه بيديله 50-60% زي ما هو قال في التمرين فهو الراجل بيلعب الناس في الملعب على حسب التمرين اكيد انا زي زي الجمهور اكيد عندي تحفظات وبحب اشوف الاداء الممتع على طول ولكن واحب طبعا استغلال الفرص يبقى على اعلى اعلى مستوى واني اعمل نتيجة كبيرة على اي منافس ولكن حرجع اقول بعد ما سمعت كولر في المؤتمر الصحفي عذرته بصراح المدير الفني مش انا الاقرب واحد من اللاعبة بالمناسبة ولا حضراتكم هو المدير الفني هو اللي بيبقى شايف اللاعبة كلها قدام عينه في التمرين هو الوحيد اللي شايفه وعرف مين جاهز ومين مش جاهز ومين يلعب ومين ما يلعبش مش مهم يبقى قلب وشه ولا مش قلب وشه مين بيركز ومين مش ميركز وكولر مستو ان هو واقعي وواضح ومباشر مالوش في اللف والدهرات وانا قلت لحضراتكم من برح يمكن الجمهور يقلق امتى الجمهور يقلق لو الفريق ما بيوصلش لمرمى المنافس لكن طول ما انت بتوصل فانت حتسجل ان شاء الله اكيد مليون في المئة حتسجل زي ما حصل النهاردة والله العظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة انا بتكلم مع حضراتكم من منتهى بعد ما الجون دخل فينا انا لم اقلقتش في امتو ثانية لم اقلقتش لان انا متأكد ان لعيبة نادل قالي لما هتعوز امت دايسة جامنا جوه وبتوصل وقبلها لعيبة نادل قالي بتوصل في المباراة السابقة وفي المباراة دي هل ده معناه انه ان احنا احسن حاجة وافضل حاجة لا انا ما بقولش كده ولكن انا بقول انه مباراة وعدت مباراة وانتهت معظم لعبتنا لم تكن في مستوها عادي بتحصل ما تشط بتحصل يعني مش عايزينا تكرر تاني مش عايزينا تكرر تاني طبعا طبعا مش عايزينا تكرر تاني وبالمناسبة كلام اللي انا قلته لحضراتكم تقريبا كولر قاله في المؤتمر الصحفي انا ما كلمتهوش ما اتفقتش معاه ولا حاجة ولكن احنا كرة القدم فيها حاجات واضحة قال قال راجل قال قال للفريق بيوصل كتير وبيصنع فرص لكن عفوا لم يستغل يعني لا تستغل بالشكل الصحيح هي دي المشكلة اللي عندنا انا عندي فريق واحد وجهة نظري ان فريق النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا عندنا بعض عدم الثبات في المستوى كبداية موسم او بقى انها 3-4-5 مطشات بس اللي بنلعبهم في الموسم يبقى خلينا ننتظر ونقف على فريقنا ونفضل في ظهر فريقنا لانه في النهاية اعتقد ان سانداونز اتكسب المباراة الاولى 2-0 ما عرفش المباراة قبل ما خش لحضراتكم كانت في ديها 60 ولا 65 وكانت النتيجة 0-0 خلصت 0-0 خلصت 0-0 وبالتالي تأهل تأهل سانداونز اللي هنلعبوا يوم الحد اللي جاي مش عايز حضراتكم تبقوا قاسيين ولكن في نفس الوقت وانا مش هبقى قاسي لانه انا شايف ان انا عندي افضل مدرب افضل سكواد حضراتكم هذا الفريق هيسافر يوم الخميس على ما يعني غالبا هيسافر الخميس يلعبوا مطش الحد يرجعوا يوم الاتنين يلعبوا مطش الاربع ضد سانداونز يجب ان يكون هناك مساندة كبيرة ودعم كبير لللاعبين والفريق شكرا ان انتو احنا سعدنا اه مش المستوى ومش هنتكلم في كل الامور دي ولكن احنا سعدنا خلينا بقى ننتظر المباراة القادمة المباراة القادمة ما فيهاش الكلام اللي حصل النهاردة وحنتكلم في الموضوع ده الوقت اللي جاي